مرحبا أنا دكتورة حلال قوقة خصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والليزر رح أحكي لكم اليوم عن مرض اسمه الحصف الجلدي رح أحكي لكم عن أسبابه أعراضه علاجه وبعض طرق الوقاية منه الحصف الجلدي اسمه بالإنجليزي إمبتايغو هو عبارة عن التهاب جلدي بكتيري معدي جدا شائع جدا في الأطفال عادة اللي بيكون عمرهم من سنتين لخمس سنين وأكتر شي شائع بالأطفال اللي في عندهم جفاف شديد في الجلد أو الأطفال اللي في عندهم أكزيما زي ما حكيت هو معدي جدا لأنه سببه بكتيري أهم الأعراض بيظهر على شكل دوائر حمراء في عليها بعض القشور الخفيفة هاي القشور ممكن يكون لونها بني ممكن يكون لونها أصفر في بعض الحالات كمان بيكون في عليهم بعض الفقاعات بتكون مملوئة بسائل نادرا جدا أنه يكون مصحوب بارتفاع بدرجة حرارة الطفل هذا المرض معدي جدا فعشان هيك ضروري جدا أنه احنا نعالج هاي الحالات لما تظهر أول بأول أهم إشي بالعلاج أنه احنا نستعمل المضادات الحيوية الموضعية إذا كانت الحالة خفيفة وبالإضافة للمضادات الحيوية الموضعية لازم نعالج المرض الجلدي الأساسي اللي هو ساعد بحدوث وتفاقم هذا المرض إذا كانت الحالة شديدة جدا إحنا نحتاج نعطي مضادات حيوية عن طريق الفم بالإضافة لعلاج المشكلة الجلدية الأصلية كيف إحنا نقي حالنا ونقي أطفالنا من هذا المرض؟ أول إشي بترتيب الجلد باستمرار وتانيا معالجة أي أمراض جلدية ممكن تأدي لأي خدوش أو جروح في الجلد ونعالج الأكزيما دايما وأكيد المحافظة على النظافة الشخصية ونشوفكم على خير إن شاء الله